للحديث مشاهدين الكرام عن تضارب التصريحات بين بغداد و واشنطن بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق معنا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي دكتور يحيى السنبل مرحبا بكم دكتور يحيى أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين الكرام حياكم الله دكتور يحيى كيف تقرأ هذا التضارب في التصريحات بين الموقف الأمريكي الذي ينفي وجود أي مفاوضات بشأن مغادرة القوات الأمريكية العراق وبين ما صادر عن وزارة الخارجية في بغداد بتأكيد وجود هذه المفاوضات حتما سيكون هناك تضارب في هذه الأنباء التي تتحدث عن مفاوضات لانسحاب القوات الأمريكية وكما معلوم أن الحكومة العراقية لا تملك إرادتها أبداً وإنها تصدر التصريحات الكاذبة بما يتناسب والرأي الإيراني أو الدولة الإيرانية والمصلحة الإيرانية في ذلك أما أمريكا فإنها قد نعم تحاول الضغط على سواء الحكومة العراقية بجرها إلى خندقها خوفاً من انزلاق العراق نحو الخندق الروسي التي تكون إيران طرفاً به بعد إن كانت على توافق تام مع الولايات المتحدة الأمريكية واشتركت معها في عملية الاحتلال وفي عملية بناء ما يسمى أو تسمى العملية السياسية في العراق لذلك هذا التضارب يأتي لأن من يحاول أن يقنع إيران بأنهم سيعملون على إجراء محادثات مع أمريكا لإجبارها على الخروج من العراق وهو غير قادر إلا على استلام الرسائل من قبل أمريكا فهو لم يسلم لأمريكا أي رسالة وإنما هو استلم من أمريكا رسالة لم يكشف عن مضمونها فهناك من أكد بأنها كانت رسالة تهديد حول استهداف القواعد الأمريكية وهناك من يؤكد أنها رسالة تريد أن تقول ممكن أن تجري مباحثات مطولة حول الوجود الأمريكي على الساحة العراقية يعني دائما هذه اللعبة الأمريكية الإيرانية دائما الأراق يقع ضحية فيها ولكن على ما تستند برأيكم حكومة السوداني في موقفها اليوم هل تريد بالفعل إخراج هذه القوات الأمريكية بحجة مصالح العراق من يقف وراء ما يجري وقد تفضلتم بذكر أنه بعد الاحتلال هي من جاءت بهذه الأحزاب التي تحكم الولايات المتحدة جاءت بهذه الأحزاب التي تحكم العراق اليوم نعم حتما أخي الكريم هذه دكاكين أحزاب جاءت بها الولايات المتحدة الأمريكية وليست أحزاب سياسية ولا تملك مشروعية في الشارع العراقي ولا قواعد جماهيرية وإنما مجرد دكاكين من أحزاب الفساد والجاسوسية التي نصبتها أمريكا وباركتها إيران لأن أغلبها كان في داخل الأراضي الإيرانية وانتقل للتسلط في العراق والاستئثار والسلطة والنفوذ ما تقوم به حكومة السوداني هو تنفيذ للمصلحة الإيرانية وليس للمصلحة العراقية إلى حد هذه الساعة نعم هناك بالنسبة للعراقيين جميعا هم لا يختلفون بأن يكون العراق خاليا من كل وجود ومن كل احتلال ولكن لا يعني أن يكون العراق تحت القبضة الإيرانية أو تحت الخندق الإيراني الجديد الذي ترتسمه الإيرانية وفق ما تملي عليها مصلحتها لجر العراق إلى جانبها وربطه بعجلة مصالحها الأخرى لذلك حكومة السوداني لم تصدر أي بيان أو تصريح حول المصلحة العراقية بخروج الأمريكان وعدم خروج الإيرانيين ومستشاريهم وميليشياتهم وفصائلهم لذلك ينبغي الحديث عن خروج كامل القوات المحتلة على الأرض العراقية بالنسبة لهذا الحديث الذي يكثر الآن في هذه الأونة الأخيرة برأيكم لماذا انتظرت الأحزاب السياسية كل هذه المدة لماذا لم تلغي الاتفاقية الأمنية ما تسمى اتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وانتظرت كل هذا الوقت بالرغم من أن هذه الأحزاب والحركات المرتبطة بإيران هي تنظر طوال هذا الوقت بأن أمريكا هي من جاءت بها وهي من تحميها لذلك هي تضع رجل مع الأمريكان والرجل الأخرى تضعها مع إيران خوفا من أن تتخلى عنها أمريكا في يوم من الأيام ويمكن أن تواجه إيران أيضا ضغوطات جماهيرية وشعبية مثل ما ظهر في حالة تظاهرات تشرين وما قبلها بأن الشارع العراقي يرفض الاحتلال الإيراني والتسلط الإيراني والاستئثار بالقرار السياد العراقي لذلك هنا يمكن القول بأن حكومة محمد الشاعر السوداني أو حكومة هذه الأحزاب تتخبط حتى في قراراتها للوقوف مع الجهة التي يمكن أن تغطي عليها أو أن تقف معها لتساندها في عملية الاستمرار بالاستئثار بالسلطة هذا هو الذي يجري في الساحل في هذا الإطار لماذا تصر هذه الميليشيات برأيكم اليوم على التذرع بقضية نصرة فلسطين وربط إخراج القوات ووضع هذه القضية في الميزان نفسه يعني اللعب على هذا الوتر إنجاز التعبير عملية غزة ومحاولة ربط قضية فلسطين مع ما يجري هي عملية للمتاجرة بشكل واضح فإلى هذا اليوم لم نسمع بأن هناك قتيلا واحدا من إيران أو ميليشياتها في غزة ولا في فلسطين ولا في أي مكان يقاتل الكيان الصهيوني وإنما نسمع هناك من المتاجرة في عمليات القتل الطائفي في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن بعد أن تخلت نظام الرسم العربي عن مسؤولياته تجاه قضايا الأمة قامت إيران باستغلال هذا الفراغ والمتاجرة بالقضية الفلسطينية وقضية غزة في عملية السيطرة على كامل المنطقة وخداع أيضا أبناء الشعوب العربية الذين أصبحوا لا حول ولا قوة لهم إلا أن يجدوا أن إيران هي من تتبنى قضية فلسطين وتتاجر بها في وقت كان قد كشف أو سقط القناع عن هذه القيادة الإيرانية منذ الحرب العراقية الإيرانية عندما اتفقت في عملية إيران غيت بشراء السلاح الإسرائيلي ومساهمة إسرائيل معها في حرب العراق لذلك تستمر إيران وميليشياتها بهذه المسرحية أولا لتغطي على جرائم الكيان الصهيوني بحملة الإبادة التي يشنها على أبناء غزة وعلى أطفال غزة ولتنفت نظر الإعلام العالمي إلى ما تقوم به هذه الميليشيات من استهداف للقواعد هذا أولا والشيء الثاني أيضا إنها تقدم الخدمة الكبيرة للمشروع الصهيوني بأن ما يجري على الأرض العربية من حالة القتل والتخريب والتدمير التي تشنها إيران وميليشياتها ليكون الكيان الصهيوني في مرحلة لاحقة هو البديل أو هو المنقذ لهذه المناطق هكذا صنع هذا المشروع أو هكذا يحاولون أن يخدعون به أبناء الأمة وهذه الأمة هي حية تفهم ما يجري من مسرحيات ما بين إيران والكيان الصهيوني وأمريكا التي تتعرض إلى إهانات كبيرة من قبل إيران ولكنها تتحمل هذه الإهانات في محاولة لجر إيران من الخندق الروسي إلى جانبها أو حتى ولو ضحت بكثير من مصالحها في المنطقة العربية لذلك عملية غزة وعملية فلسطين ما هي إلا متاجرة للكيان الإيراني الطائفي وأيضا الذي جعل من قضية الطائف والمذهب وسيلة لتغليف مشروعه القومي باستهداف الأمة والتمدد على حسابها ويبقى السؤال أيضا دكتور يحيى هل هذه الأحزاب والميليشيات المرتبطة بإيران تملك القرار فعليا بإخراج القوات الأمريكية من العراق ومن البديل يعني الذي يريدونه البديل هو حتما هي إيران ولكن هذه الميليشيات لا تملك القرار في العراق وإنما هو بتوجيه إيراني وإيران إذا اتفقت مع أمريكا بشأن مفاعلها النووي أو بشأن ملفات أخرى فهي يمكن أن تضحي حتى بهذه الميليشيات مثل ما ضحت بقاسم سليماني وضحت بكثير من العناصر مقابل أن تستمر في برامجها في المنطقة إيران نعم تعلم جيدا بأنها عندما تريد السيطرة على المنطقة العربية يجب أن تدفع شيء من الخسائر حتى يقتنع المواطن العربي بأن إيران الآن تقاتل أمريكا وإنها تدفع خسائر أما أن تأتي إلى السيطرة بدون أن تقدم أي شيء فهذا سيكون مفضوحا أمام العالم وأمام الرأي العام سواء الإقليمي أو العالمي لذلك إيران هي من تملك القرار وهي من توجه هذه الميليشيات برفع صوتها أو السكوت تجاه سواء سحب هذه القوات أو بقائها فالقرار يعود لإيران أولا وأخيرا نعم إذن دكتور إحياء السمب العوض اللجنة العليا الميثاق الوطني العراقي شكرا جزيلا لك